على المستوى المحلي وأيضا بشراكة مع أكبر المؤسسات الدولية العاملة على القضايا التنموية في المجتمع المصري منها طبعا مؤسسة اليونساف من أكبر الهيئات التابعة للأمم المتحدة ولها نشاط كبير جدا على المستوى العالمي وعلى المستوى الأفريقي وعلى المستوى أيضا الخاص بالمجتمع المصري من الداخل يعقد النادي الأهلي بالفعل مؤتمر صحفي في الحادية عشر صباح غد إن شاء الله الاثنين لتوقيع بروتوكول واتفاق تعاون مع منظمة اليونساف وذلك بمقر النادي الأهلي في الجزيرة في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من المسؤولين في المجتمع المصري في القطاع الرياضي وأيضا السيد برونو مايس ممثل اليونساف في مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بمرور ثلاثين عام على توقيع اتفاقية حقوق الطفل وحماية الأطفال من كافة الانتهاكات التي كانت عرض لها الطفل قبل بدء تفعيل هذه الاتفاقيات في مستوى العالمي ويأتي توقيع هذا البروتوكول من جانب نظمة اليونساف إيمانا منها بدور النادي الأهلي وقمته وتأثيره في المجتمع المصري وحجم جماهيرية وشعبية هذا النادي العريق كأحد أكبر الأندية ليس على مستوى مصر فقط ولكن على المستوى القاري الأفريقي وعلى المستوى العربي وفي منطقة الشرق الأوسط ومن أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجا في جميع عنحاء مصر ووضع برامج تنموية لتفعيل طاقات وتفجير طاقات الأطفال بشكل إيجابي وبناء وأيضا إبعدهم عن كل السلبيات اللي بتضرب الطفل أو بتعوق مسرته الطبيعية في حياته وأنه ياخد الأمور أو يستطيع أن يصل إلى المستويات اللي بيحقق منها كل الأهداف اللي بيتمناها منذ مراحل الطفولة ومنذ الصغر على كافة المستويات تعليميا وتثقيفيا وتنمويا واجتماعيا كل شيء ويهدف النادي الأهلي من خلال هذه الاتفاقية إلى أيضا التضافر مع إلى تضافر وتحقيق تضافر الجهود لرفع الوعي العام حول هذه القضايا في المجتمع المصري ومدى تأثرها وخطرتها على الأطفال وبما في ذلك نماذج لهذه القضايا المستهدف دايما التعامل معها من خلال مثل هذا البروتوكول أو هذا الشكل من أشكال التعاون اللي حيتم توقيعه إن شاء الله صباح غدم بين النادي الأهلي ومؤسسة أو هيئة اليونساف قضايا مثل الوعي بالصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة وتمكين الفتيات والحماية من كافة أشكال العنف والدعوة إلى إعمال حقوق الطفل وتوصل إلى حلول بشأن إتاحة الفرص العادلة للفتيات في المجتمعات وأيضا الأولاد لتحقيق إمكاناتهم وأهدفهم ويعتي هذا طبعا زي ما قلنا لحضراتكم أكثر من مرة أكد كابتن محمود الخطيب وكل أعضاء وقيادات النادي الأهلي أعضاء مجلس إدارة النادي على أهمية الوصول لأكبر مدى ممكن وحجم مشاركة مجتمعية على المستوى المصري وعلى المستوى العربي والأفريقي للنادي الأهلي وأعضاء وجماهير وهذا الكيان العريق وإسهاماته اللي طبعا نتمنى دائما أبدا أن تزداد في كافة الاتجاهات ليس فقط على مستوى الرياضة وعلى مستوى كرة القدم